السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم الجديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل موضوعنا اليوم هو زراعة أزهار لكيولب من البذور هذه هي شكل الأزهار طبعا تجي على شكل أزهار وإلوان كثيرة ومختلفة طريقة زراعتها جدا سهلة وبسيطة نفتح الكيس هناك بعض الأشادات وبعض النصائح قد نبدأ في زراعة الأبصال تعتبر هذه الأبصال من الأبصال الشتوية تتم زراعتها في فصل الشتاء في شهر 11 شهر 12 عند شراء الأبصال يفضل وضعها في الثلاجة أو البراد لمدة أسبوعين قبل زراعتها لتحفيز البذرة على النمو هذه الشكل الأبصال بعد ما وضعتها في البراد قبل سبوعين تبدأت تظهر عندي النموات هنا وعند شراء الأبصال أيضا يجب التأكد من أن البصلة سليمة وصالحة للزراعة ذلك بالضغط على البصلة بهذا الشكل إذا شفنا البصلة تكون قوية معنات أن البصلة صالحة للزراعة أحيانا تكون طرية معنات أن البصلة غير صالحة للزراعة وتوجد داخلها عثن فمثل بتعدنا يفضل الضغط على البصلة بهذا الشكل حتى نتأكد أنه هي صالحة للزراعة هنا أنا عندي آني تربة البيتموس مع الكمبوست خلطتهم مع بعض حتى أحصل على الفيتامينات الموجودة في التربتين طريقة عمل البيتموس والكمبوست نزلتهم في فيديو سابق اللي حبي راجعها موجودة ومثبتة على القناة اللي ما متوفر عنده البيتموس أو الكمبوست وعنده تربة ثقيلة أيضا ممكن أنه نزرع بيها ولكن يفضل تخفيفها بالقليل من الرمل الخالي من الأملاح حتى تساعد على تسريب الماء الزائد عنده ريين نبات نعمل فتحات في التربة على عمق البصلة مثلا هنانا حجم البصلة هذا الشكل نعمل الفتحة بضعف حجم البصلة حتى تنبت معنا هذا الشكل بهذه الطريقة نعمل فتحة ثانية طريقة جدا سهلة وبسيطة عند زراعة الأبصال هناك خطأ شائع بعض الناس عندما يزرعون الأبصال يضعوها في داخل المنزل أو في مكان مشمس شمس مباشرة يفضل وضع الأبصال أو النبتة بعد من يزرعها في هذا الشكل خارج المنزل لأنها تحب البرودة وتنبت إن شاء الله والزهر في بداية الربيع إذا كنا زارعين الأبصال داخل الأصيص عادي تبقى داخل الأصيص أو سندانة للسنة اللي بعدها الزهر سنويا طريقة اكثارها تكون عن طريق الأبصال ممكن إنه نكاثر النبات عن طريق الأبصال عند زراعتها وتترك فيه التربة لفترة وعدة سنوات لحن لاحظ ظهور أبصال صغيرة تنمو تحت التربة من هذه الأبصال ممكن إن نستخرجها ونزرعها في ماكن ثانية ونكاثر النبات طريقة جدا سهلة وبسيطة ثم هذا الشكل نزرعناهم نغطيهم الآن بالتربة طريقة السقي أو الري تكون كل أسبوع أو كل عشر تيام مرة يعني ما نسقي دائما وبكثرة بحيث تكون التربة رطبة بهذا الشكل لأن كثرة الماء الزائد يؤدي إلى عثن الأبصال وبالتالي ما راح تنبت عندنا أول ما نزرعها نرويها بالماء ونتفقد التربة كل أسبوع أو كل عشر تيام نرويها مرة نضعها في مكان يصل إلى ضوء الشمس حتى تسهل عندنا عملية الإنبات بعد ثلاثة أشهر من زراعتنا أبصال لتيولب في التربة كبرت ويايا النبتة بهذا الشكل وبلشت تظهر عندي الأزهار هذه أول زهرة بعدها ما فتحت وأيضا النمو الخضري ممتاز جدا بعد ثلاثة أشهر وثلاثة أيام فتحت عندي أول زهرة من نبات لتيولب أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم وأرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة